رئيس المجلس العسكري يقول اتفاق مع التغيير حول مرشحي العسكري للسيادي وفي تفاصيل هذا العنوان الذي يتحدث عن هذا الموضوع أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أنه سيتم حل الانتقالي عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ونفى تورط أعضاء المجلس في فضي اعتصام القيادة كما جاء في الصحيفة الذي كان في يونيو الماضي وقال البرهان في تصريح لقناة العربية والحدث أنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادي وأضاف بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي وأكد البرهان أنه يثق بأن أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي تعلاقة بما حدث في فضي الاعتصام وكشف أن الأشخاص الذين أمروا القوات بفضي الاعتصام قيد الاعتقال وحول إقالة النائب العام السابق الوليد سيد أحمد قال البرهان إن يعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق كما أوردت الصحيفة